السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الثالث يوم الثالث من عيد الفطر المبارك في 1939 هجرية 2018 ميندية اليوم انا بزور مكان احدى خالاتي الروحانيات اللي هي انتي قدرية تانتي قدرية نجيب شهدي اليوم انا بزورهم بزور هذا المكان الجميل الذي اعتقد واغزم انه قطعة من الجنة اليوم انا بزور مكان من الجنة واحدة من الجنة من الجنة هذا المكان هو قطعة من الجنة كل شخص فيه وكل انسان فيه رجل او امرأة طفل او شاب عجوز او كبير يتمتع الان بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن النظر الى نور وجه الله سبحانه وتعالى ورؤية مقعده من الجنة هذا المكان هو مكان لرنة كل شخص هنا يستمتعون بحقًا أو بحقًا بحقًا في السيارة ينظر إلى الجمهور الظلام، الجمهور الظلام الله سبحانه وتعالى ومشاركة محمد صلى الله عليه وسلم ومشاركة الناس ومشاركين هنا هذا ليس مكان من سرعه، ليس مكان من خمسة، ليس مكان من خلال هذا المكان ليس مكان للتعذيب أو مكان للألم أو مكان للأسف بل هو مكان وقطعة من الجنة ولا بد أن نتخيل أن ما حولنا من ملائكة وما حولنا من سعادة في وجوه كل هؤلاء الأحياء في هذا المكان هم يتمتعون بمقعدهم من الجنة لن نتعلم بأن كل من هنا يستحقاً يستحقن بمقعدهم ومشاركهم في وجوه في الجنة ومشاركة كيفية الله حلقه كل من نفسنا يستمتعوني اليوم، كل الانجل وكل من هنا في وجوه يستمتعون، 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 يستمتعون يستمتعون أن نرى الناس الذين لا يتحدثون لهم يستمتعون بمقعدهم، يستمتعون بمقعدهم ولكن يستمتعون بمقعد هذه الأشياء ومقعدهم هؤلاء الناس حالياً ينظرون علينا جميعاً ونحن نجيء هنا لكي يروا في سعادة ويروا في حنين إلى قيامة القيامة أننا من هؤلاء الناس الذين يأتون لزيارتهم ومن هؤلاء الناس الذين يأتون لكي يدعوا لهم دون أن يعرفهم ويدعوا لهم دون أن يكون هناك بيننا وبينهم أي صلة رحم أو أي صلة قرابة أو أي صلة دم أن هذه المهافات هنا عندما تظهرنا من هنا يأتون لحقاً لهم يأتون لحقاً لهم هؤلاء الناس لهم أن تتأكداً للذين ترى على الأرض كنا نحن ثم هؤلاء الأرض مثل نحن منهم لكن الآن يأتون في حياتنا وفي ال�انية ومن يظهر علينا من نفسنا على سبيل متى ولكننا أتخيل بأن هذه قطعة من الجنة دعنا نعلم أن هذه الأطفال من الجنة هنا في الوصول هي الأطفال من الجنة الغربة التي أصدقنا لنا نتخيلنا أن نضير قطعة من الجنة هنا التي يرقد فيها كل هؤلاء الناس كل هؤلاء الناس بلا استثناء هي قطعة من جنة عدن التي خلقها الله سبحانه وتعالى لمن؟ خلقها لكم بيديه الله has created جنة الله has created heaven for you with his own hands تعلم أن هذه الأطفال هنا تعلم أن هذه الأطفال هنا سيكون قطعة في الجنة من زفران مسك و عمبر تعلم أن هذه الأطفال في الجنة ستكون قطعة من جنة وزرق من جنة تعلم أن هذه الأطفال؟ هذا المستمر للمتجارة BMW هذا المرسيد هذا ما تسمعها Toyota أنها حقا لكي أسرق على العدن لديك أسرقات ببيعات 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 سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا الجنة بيديه وجعل فيها كل شيء كما يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة ولا يختل على الواحد الله سبحانه وتعالى لمن؟ كلنا بنا نفسه لا يمكن أن تفكير لا يمكن أن تفكير لا يمكن أن تفكير لا يمكن أن تفكير تفكير المدينة من الأطفال التي تصدر الله لك لكل وكل منكم ولكن لتذهب إلى الأطفال كما تقومون هنا يجب أن تتكلم الأعمال بك المدينة لكي ندخل هذه الجنة الجميلة التي تمتع فيها كل هؤلاء بالعافية والصحة وحسن النظر لوجه الله سبحانه وتعالى وصبه المصطف الصلاة والسلام والأنبياء يجب أن نقدم عملنا يجب أن نقدم عملنا لله سبحانه وتعالى التي يجب أن تذهب إلى الن chợ ويكون أست总ernessا بشكل مع أساسانين هنا من هنا يجب أن نقدم عمل مباشرة جميعنا的作ل لأ رب dereسنا الله سبحانه وتعالى الله الله قدم commissioner لكي ندخل هذه الجنة لابد أن يكون لنا عمل اعمل في الدنيا نعمله. اعمل في الدنيا نقييمه ونقيمه. اعمل في الدنيا نخدم به كل الناس. We're to go to heaven. Each and every one of us. In sha Allah, we have to do this work. To help people, save humanity, to worship Allah, to be with the poor, with the elderly, with the sick, with the children, with the orphans, with the widows, with everyone. So this will be counted to us. This will be counted to us وما أطاردنا فالنايا و أذفا και lieuينا في الحديد إلى مكان أكبر في الحirkين يا يا منتي إرسال في الجنة من أجمل ما تراون في الجنة زوجتكم وبنتكم سيكون أجمل من حور العين في الحديد انشاء الله نشاء الله يا إ serontك Roma تكون أكبرًا من الحور العين ق�나ك進argent حينما تنظر المرأة المؤمنة من الجنة إلى الأرض فإن نور جمال وجهها سيضيء الأرض بإدياء أقوى من نور الشمس نفسه وهذا هو قيمة الإيمان And this is the value of the Iman of such a woman in heaven Allah Subh'ana wa ta'ala will give you what you have never ever imagined when you are here Allah will never, Allah will give you what you never ever imagined when you are here الله سبحانه وتعالى حيعطيكم ما لا تتخيلوا حينما تأتوا إلى هذا المرقد الجميل الذي نتمتع ويتمتع فيه كل من دخل إليه وانأوى إليه بهذه الرؤى وهذه